واشار المحافظ خلال لقاء ذاته لأن رئيس الوزراء مصطفى الكظم اطلع على الواقع الخدمي في تكريت وسامراء وهدر الأموال بسبب سياسات وفساد في مراحل سابقة معللا دعم الكظم لتوجهات حكومة المحافظة في القضايا على منظومة الفسادة اطلع دولة الرئيس على واقع مدينة تكريت ومدينة سامراء وطلع علامات تكلمنا به سابقة أن الأموال أهدرت بسبب سياسات خاطئة وفساد سابق لذلك لم تكن الخدمات بالمستوى المطلوب وهناك مشاريع متلكئة كثيرة وهناك مشاريع فيها هذر في المال العام وفساد لذلك يكون المهمة أثقل بكثير نحتاج إلى أن نقضي على كل منظومات الفساد الموجودة وهذا هو شعار دولة رئيس الوزراء ودعمنا في ذلك أنه أي مدير دائرة أي شخص يعرقل مسيرة التنمية في المحافظة يكون عليه إجراء مباشر كذلك دعمنا في أنه أكون مشاريع للوزارات متلكئة في المحافظة ودعانا الأسبوع القادم أنا والفنيين من المحافظة لأن نجلس في لقاء مع الوزارات المختصة لحل هذه المشاكل التي هي مشاكل مستعصية منذ زمن بعيد